هذا يسعى يقول كيف نجمع بين أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة نعم لا تنافي بين هذه النصوص الواردة في التعريف بحقيقة الإيمان وبيان شعبه فإن الإيمان يشتمل على أركان لا يقوم ولا يتم إلا بوجودها وهناك أيضا شعب بعد هذه الأركان منها التلفظ بالتهليل وإماطة الأذى عن الطريق والحياة ونحن ذلك ولتقريب هذا أضرب مثلا يفهمه الناس ألا وهو مثل الشجرة فإن الشجرة لها جذع لا يمكن أن تحيا بدونه كما أن الشجرة لها فروع وأغصان وأوراق وثمار هي جزء من الشجرة لكنها ليست ركنا أصيلا فيه ومن ثم يفرق بين ما هو من الإيمان وبين ما يكون ركنا فيه ترجمة نانسي قنقر